تقبلت القوات المسلحة اليوم الدفعة الثانية من الطلبة الأردنيين العائدين من عدة دول إلى أرض الوطن ووصل إلى مطار الملكة علياء أربعمائة وأربعون طالبا تقريبا حتى عصر اليوم ومن المتوقع أن تصل ثلاث رحلات أخرى حتى فجر يوم غد الخميس بحصيلة كلية تصل إلى تسعمائة طالب من عدة دول أبرزها مصر وتركيا والولايات المتحدة واتخذت الأجهزة المعنية كافة سبول الوقاية والإجراءات الاحترازية حيث تم إجراء فحوصات أولية وأخذ عينات من الطلبة فور وصولهم